مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي بي على اليوتيوب أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وخبر جديد نزل مبارحة فيديو كليب أصال المالح على قناة أنا صالة فاميلي حيث الفيديو كليب كان عبارة عن مقطع أكابيلا بسيط لأنه كان عبارة عن تجربة لأصالة بعد التجربة الأولى والفيديو كليب الحقيقي بالموسيقى والإخراج والتصوير رح ينزل قريبا مبارحة كان عيد ميلاد أحمد النشيط الثاني بدبي حيث حضر عدد كبير من أصدقائه من بينهم إسلام، أسوان، موفلوكس، عبدالله جميل، صارة ميلاد وبينباس أما الكيكا فكانت أجمل شي بالحفلة فهي تمثل جزء كتير كبير من الأعمال اللي حققها أحمد النشيط في سنة 2019 وهو عمله في فيلم Angry Birds 2 بالعربي حيث الكيكا مشكلة على شكل أليكس شخصية أحمد بالفيلم ومكتوب Vote النشيط لأنه ما بننسى أنه أحمد في قائمة جوائز نيكلودين كأفضل لاعب فيديو جيمز كل عام وأنت بألف خير أحمد نتمنى لك نجاحات أكبر وأكتر ميمي عم بتحضر لمفاجأة مع لوكسيتانو والدبليو ستوديو حيث مبارحة كان عندها جلسة تصوير معاهم والأجواء كانت هيك فتح أسامة مروى أخ أنس مروى قناة على اليوتيوب باسم أسامة مروى حيث تخطط القناة المائة ألف مشترك خلال ست ساعات فقط من الإعلان عن فتحها حيث نزل الفيديو الأول اللي كان عبارة عن فلوغ باسم مقلب في أنس وأصاله سرقت سيارتهم وحقق أكتر من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من تنزيله والقناة صارت محققة أكتر من 300 ألف مشترك حتى الآن أما دايلر فبهالبوست على الإنستغرام أعلن عن تواجده بالأيام الجاية بمصر وحتى المغرب هالنور ستارز رح تعمل أغنية أو فيديو كليب؟ هالسؤال مطرح عنينا كتير في خانة التعليقات والرسائل لهيك اليوم قررنا الجواب عليه فكرة الغناء والفيديو كليب عن نور ستارز مش مستبعدة نهائية فنور عم بتفكر بعمل هالشي بس نور بدها تكون الأغنية والفيديو كليب والصوت والموسيقى كتير بروفاشنال لهيك هالشي رح ياخد وقت كتير طويل كمان عرفنا أن نور ستارز عم تدرس حاليا كل ما هو غناء وموسيقى لتتعلم عنها الفن أكتر وهو نكون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول وزر اللايك لتشجعنا على تنزيل الأكتر